فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية حسن الله إليكم قال رحمه الله كما يحكى بعض الشيوخ أنه رؤية بعد موته فقيل له ما فعل الله بك فقال أوقفني بين يديه وقال لي يا شيخ السوء أنت الذي كنت تتمثل بسعدى ولبنى لولا أني أعلم أنك صادق لعذبتك نعم الحكاية هذه أن فلانا من الصالحين رؤية بعد موته فقيل ما فعل الله بك فالله جل وعلا أحضره بين يديه وقال أنت تتمثل بلبنى وسعدى يعني وسعدى يعني بالغزل الغزل والتغزل والهوى فالله جل وعلا غفر له في سبب صلاحه غفر له هذه الزلة بسبب صلاحه واستقامته قالوا هذا دليل على أن الغناء والغزل أنه جاهز لأن الله غفر لهذا الشخص ولا يدرون أنه غفر له بسبب ماذا بسبب صلاحه ودينه وأن الله عاتبه على هذا الذنب ما قره على هذا الذنب ولكن غفر له لسابقته في الصلاح والاستقامة